مواصفات اسم المعرف ازاي اكتبه؟ باي لغة اكتبه عربي ولا انجليزي؟ السؤال ده محير ناس كتير تابع معايا الفيديو ده علشان هعرفكم تفاصيل اسم المعرف او اسم الحساب بالضبط وازاي تكتبه وباي لغة تقدر تكتبه السلام عليكم مرحب بكل متابع العلم والتكنولوجيا معاكم دكتورة سمر مقدم محتوى بقناة المهندس مهني سليمان طبعا اسم المعرف حدد اليوتيوب لمجموعة من المواصفات وذكر لنا ده في مقالة تابعوا معايا المقالة بالتفصيل وهسبها لكم في صندوق الوصفة وفي اول تعليق مسابت لشان اعرفكم مواصفات اسم المعرف واسم الحساب وازاي تعرفوا وتكتبوه من خلال المقالة اللي هعرضها لكم دلوقتي ده المقالة اللي تكلم فيها اليوتيوب عن اسم المعرف او اسم الحساب ولكن قبل ما عرفكم التفاصيل خدوا بالكوا ان انتم ما ينفعش تعملوا اسم المعرف غير باللغة الانجليزية فقط للناس اللي بتقول هل ينفع باللغة العربية لا باللغة الانجليزية فقط ولازم يكون من 3 احرف الى 30 حرف وبيدخل في تكوين اسم المعرف حروف كابتل وسمول وكمان ارقام من 0 ل9 وكمان تقدر انك تستخدم الشرطات والوصلات اللي هي زي الشرطة والاندرسكور ويكون فريد من نوعه محدش عمله قبل كده ومش مأخوذ من رقم تلفون وكمان ينتسب او يتوفق مع ارشادات منتدى اليوتيوب وذكرت لكم في الفيديو اللي عملناه اول ما نزل التحديث ده ازاي تدخلوا على البريد الالكتروني وتشوفوا الرسالة اللي بعتها اليوتيوب باسم المعرف او اسم الحساب ولكن علشان تكون المعلومة كاملة معنا في الفيديو ده هعرض لكم شكل الرسالة ايه ولو حبين ترجعوا للفيديو اللي عملناه قبل كده هاسبه لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت هندخل على البريد الالكتروني نفتح الرسالة اللي بعتها لنا اليوتيوب بالشكل ده مكتوب مزيد من المعلومات هندغط عليها هيظهر لنا بالشكل ده مكتوب مرحبا تم حجز اسم المعرف الذي اخترته وده اسم المعرف اللي انا اخترته طبعا كنا عاملين مع بعض قبل كده في الفيديو السابق اسم معرف غير اللي اليوتيوب كان عامله لكن لو احنا عايزين نغير الاسم اللي احنا عملناه كمان هندغط تغيير الاسم وانا قردي غيرت الاسم اللي انا عملته كمان فوظهر لي الاسم القديم اللي انا غيرته من اليوتيوب وكمان الاسم الجديد اللي انا اخترته طب لو احنا عايزين ننشئ اسم جديد عند السطر اللي مكتوب فيه انشاء اسمه معرف جديد هننشطه بالشكل ده وهنكتب اسمه معرف ونعمل تأكيد الاختيار اما بالنسبة للناس اللي ما وصلهمش رسائل الى الان يتأكدوا ان كانوا مفعالين استقبال الاشعارات والرسائل المهمة على البريد الالكتروني من اليوتيوب وهسيب لكم فيديو في صندوق الوصف واول تعليق مثبت للمهندس مهنة اتكلم فيه عن تفعيل استقبال الرسائل المهمة من اليوتيوب على البريد الالكتروني لو انتم اتأكدتوا ان انتم فعلتوا استقبال الرسائل المهمة من اليوتيوب وعدى مثلا شهر وما وصلش اي رسائل ليكم ادخلوا على تخصيص القناة هتلاقوا اسم المعرف او اسم الحساب موجود في تخصيص القناة وانا هعرفكم ازاي تدخلوا على تخصيص القناة ولو لقيتوا اسم المعرف او اسم الحساب وحبيتوا تغيروا الخطوات اللي تقدروا تغيروها من خلال التخصيص تابعوا معي وانتوا هتعرفوا الطريقة نفتح قناتنا من خلال جوجل كوروم وهنضغط على استوديو منشئة المحتوى حينقلنا لوحة البيانات الخاصة بالقناة ونختار التخصيص من العلامات اللي موجودة على الجنب ونختار تالت قسم المعلومات الأساسية زي ما انتوا شايفين ظهر لنا اسم المعرف مكتوب اسم المعرف وظهر لنا بالشكل ده ودايما خليك حريص ان اسم المعرف ما يكونش طويل قوي ونوع ما بين كابتل وسمول وارقام لو حبين تغيروه خلال اسبوع او اسبوعين تقدروا تغيروا اسم المعرف اما بقى لو انت تأكدت فعلا ان اسم الحساب او اسم المعرف ما وصلش ليك سواء على البريد او من خلال التخصيص في الحالة دي هتضطر انك انت تتواصل مع فريق دعم اليوتيوب وتقدر تتواصل معاه اذا كنت مفعل قناتك من خلال محادثة مباشرة ولو انت لسه ما فعلتهاش تقدر تبعت لهم رسالة تكتب لهم مشكلتك او تطلب منهم انهم يفعلوا اسم الحساب او اسم المعرف لقناتك تقدر تتواصل مع فريق دعم اليوتيوب من خلال الضغط على علامة للستفهام الموجودة في الدايرة في الشريط اللي فوق تضغط عليها هيزهر لك مجموعة من الاختيارات سواء طرح سؤال كتابي او اتصل بنا لو انت هتعمل محادثة مباشرة معاهم في حالة اذا كانت قناتك مفعل اتمنى في نهاية الفيديو نيكون افتكم وقدرت ابضح لكم الصورة بالزبط بالنسبة لاسم المعرف او اسم الحساب اكتبونا انتو عملتوا ايه في التعليقات ولو في اي مشكلة احنا في استقبال رسالكم وهنرد عليكم في اسرع وقت ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة